بسم الله الرحمن الرحيم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فما زلنا مع مالك رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء ومن كتاب الوضوء في باب جامع الوضوء وهنا عندنا هذا الحديث الذي هو حديث أنس والحديث واضح بأنه معجزة من معجزات نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهنا يقع عندنا سؤال وهو أن الحديث في المعجزات فلماذا وضعه مالك في كتاب الوضوء وعلى الأخص في باب جامع الوضوء سؤال مهم طيب حتى أقرب السؤال الحديث هذا أخرجه عن مالك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أما البخاري فقد رواه من حديث عبد الله بن مسلم ومن حديث عبد الله بن يوسف وأما مسلم فرواه من حديث عبد الله بن وهب ومن حديث معنو بن عيسى وأما الترمذي والنسائي فرواه من حديث قتيبة بن السعيد هؤلاء الخمسة عن مالك بهذا الحديث مسلم والترمذي خرجا من الإشكال في هذا الحديث فأورده في باب المعجزات وأما البخاري فقد توصد فأورده في باب الوضوء وأورده في باب المعجزات وأما النسائي فذكره في كتاب الوضوء إلا أن البخاري والإمام النسائي وضعوه في كتاب الوضوء وبوّبوا عليه باب التماس الماء إذا حضرت الصلاة وبهذا التبويب خرجا من إشكال إيضاع هذا الحديث في باب الوضوء فكأن الأئمة الأربع هؤلاء لا إشكال عليهم في الترتيب والإشكال قائم على صنيع مالك واضح؟ طيب فبرأيكم لماذا أوضع مالك هذا الحديث هنا؟ هذا أنا ما وقفت على أحد من الشراح تطرق إليه لكن كان الشيخ عطية الله يرحمه في شرح هذا الحديث يطرح هذا السؤال فكان الطلبة يجيبون ونسمع منكم يعني أعد قراءة الحديث حتى تتضح مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره هذه أحكام تستشف من الحديث في فرق بين سبب إضاء الحديث وفي ترتيب الحديث وفي الأحكام المستنبضة هذه سوف الآن نتكلم عليها في كون الحديث اجتمل على بعض الأحكام مين حضر معنا الدرس الماضي الله أعلم إذا أمعنا النظر في هذا الصين نحن الآن في باب جامع الوضوء وقلنا باب الجامع يريده مالك ويريد فيه الأحاديث التي تتعلق بفضل الباب أو الكتاب الذي يذكره وبالشتات الذي لا يندرج تحت باب معين فالأحاديث السابقة كانت في فضل الوضوء وأنه يكفر الخطأ طيب فأورد مالك هذا الحديث وإن كان هو معجزة لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في نظري والعلم عند الله قد نستشف ثلاثة حكم الأمر الأول هو أنه لما بين بأن الوضوء هو شعار أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الحوض ثم أردفه بأنه في الدنيا يكفر السيئات جاء إلى هذه الفضيلة الكبرى وهي أن معجزة لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه وخرق العادة له من أجل هذه العبادة لأن الناس قاموا إلى الصلاة حانت صلاة العصر فما وجدوا ما فالله أكرم نبيه بذلك من أجل إيش؟ من أجل حتى يتوضأوا فعبادة تخرق لها العادات ويؤتى فيها بمعجزة كبيرة إنها لعبادة عظيم فمن هذا الباب أدخل مالك هذا الحديث في كتاب الوضوء هذه أول ثانيا إذا نظرنا في الأمم السابقة نجد أن الأمة الوحيدة التي شابهت أمتنا في هذه هم بنوا إسرائيل فقد فجرت لهم من الأرض ماء وهذه الأمة فجر لها كذلك الماء لكن شتان بين الأمتين فأمة فجرت لها الماء من أجل أن تشرب وأمة فجرت لها الماء من أجل إقيامة عبادة ألا وهي الصلاة فدليل على شرف هذه الأمة واضح الأمر الثاني أما الأمر الثالث فذكرنا في الحديث السابق وأورد مالك الحديثان وهما أن الخطايا تخرج من تحت الأصابع وهنا وجه التقارب والشبهة فآخر اللفظ في الحديث السابق قال فإذا غسل يده خرجت دنوبه مع أصابعه وهنا قال إن الماء خرج من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى التقارب فهذا يوحي لك بماذا يوحي بآخر مسألة ذكرناها التي هي الماء المستعمل كنا الماء المستعمل يسميه الفقهاء بإيش بماء الذنوب لأنه خرج مع الخطايا فأورد لك مالك ماء الذنوب ثم أورده بالماء المبارك لهذا الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الفقهاء بالماء المبارك وسوف نتكلم على حكمه هنا فمن باب هذه الأمور كان لمالك رحمه الله تعالى حكمة من إيراد هذا الحديث في كتاب الوضوء وعلى الخصوص بعد الأحاديث التي جاءت في فضل الوضوء واضح الصنيع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضعوا من عند آخرهم طيب الحديث هذا بما أن مالك أورده في كتاب الأحكام وهو يتعلق بالمعجزات سنتكلم عليه في شقين في الباب الأول في الأحكام الفقهية المستنبطة منه وفي الباب الثاني في الكلام على هذه المعجزة على الخصوص فنقول استنبط الفقهاء من هذا الحديث ما يقارب عشرة فوائد كلها داخلة في هذا الحديث ونحن نذكرها حديثاً فائدة بعد أي جملة تقع في الحديث اقرأ الحديث عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وحانت صلاة العصر الإمام البخاري استنبط هنا فائدة وهي وجوب التماس الماء إذا وجبت الصلاة والصلاة تجب بماذا؟ بدخول الوقت فإذا دخل الوقت وجب على المسلم التماس الوضوء للصلاة وهذا مستشف من هذا الحديث واستشفافه من ذلك هو أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما حانت صلاة العصر لكنه ما ذكر المكان جاء في رواية الحسن عند الإمام البخاري ومسلم من غير طريق مالك أنهم كانوا بالزوراء والزوراء هذا يعتبر سوق بالمدينة وهو بالضبط الآن عند مسجد فاطمة الزهراء الذي يخرج من باب السلام فيقابلك هناك مسجد صغير فذلك المكان كان هناك سوق المدينة ويسمى إيش بالزوراء وهو المكان الذي وضع فيه عثمان الأدان الأول الذي أحدثه في صلاة الجمعة فكان يؤدن هناك في السوق فهنا كان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة فحانت صلاة العصر فالناس هناك على قسمين من كان بيته قريب ذهب وتوضأ فيه والبقية لم يكن لهم ماء لأن بيوتهم بعيدة فوقعت هذه القصة فلما حانت صلاة العصر قام الناس يلتمسون الماء فدل على إيجاب الماء إذا حانت الصلاة وهذا استنباط الإمام البخاري وعليه بوّب نعكس الفائدة وتكون الفائدة الثانية على أن طلب الماء لا يجب طلب الماء إذا لم يدخل الوقت ويستشف هذه الفائدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير لم ينكر عليهم التأخير فدل على أنهم في إباحة من أمرهم وعليه فلا يجب على المسلم أن يلتمس الماء إذا لم يدخل الوقت هذه القاعدة الآن في الماء وهو أنه إذا دخل الوقت وجب التماس وإذا لم يدخل الوقت لا يجب فيكون الوضوء بعد دخول الوقت واجب وقبل دخول الوقت مجزئ يعني إذا توضعت أنت قبل أن يدخل الوقت لا حرج أنك تصلي بهذا الوضوء واضح القاعدة هذه القاعدة مضطردة في المياه لكن تختلف في التيمم فالسادة الحنفية رحمة الله عليهم يضطردون القاعدة في المياه وفي التيمم فيقولون إن التيمم يتبع الماء فيكون الواجب في التماسه إذا دخل الوقت وإذا وقع التيمم قبل دخول الوقت أجزاء الآئمة الثلاث المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا إن التيمم مغاير للوضوء هنا فالتيمم يوافق الوضوء في أنه يجب بدخول الوقت لكنه إذا وقع قبل دخول الوقت لا يجزئ واضح ينبني على الخلاف في هذه المسألة إيقاع صلاتين اثنين بوضوء بتيمم واحد على السادة الحنفية يجوز تتيمم تتيمم للظهر ويبقى تيممك قائم إلى أن تصلي به العصر أما عند الأئمة الثلاث إذا تيممت للظهر إذا دخل وقت العصر انتقض التيمم بدخول الوقت وهذه المسألة سوف نناقشها بأدلتها إن شاء الله إن أحيان الله في كتاب التيمم وهذه الفائدة الثانية وهو عدم إيجاب طلب الماء قبل دخول الوقت طيب اقرأ فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده طيب الآن عندنا فائدتين الفائدة الثالثة التي ذكرها الأخ وذكرها قبله الإمام الشافعي في كتابه الأم فإن الإمام الشافعي ذكر على أن الماء إذا اغترف منه للوضوء بإدخال اليد لا يصيره مستعملا فلا يدخل في حكم الماء المستعمل وهي الفائدة الثالثة ونبقى مع الإمام الشافعي يقول كذلك الإمام الشافعي وهذا الحديث دليل على أن غسل اليد قبل ثلاثا قبل إدخالها الإناء ذاك الأمر محمول على الندب وليس على الوجوب لهذا الحديث لأن رسول الله وضع يده في الإناء قبل أن يغسله واضح؟ فيكون هذا صارف لذلك الأمر وهي الفائدة كم؟ الرابعة الرابعة ونبقى مع الإمام الشافعي فقد كذلك قال الإمام الشافعي في الأم وهذا الحديث دليل على أن الوضوء لا يقدر له قدر في الماء فإن الصحابة توضأوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدر كم المقدار الذي يجب أن يلتزم به المسلم في إيش؟ في الوضوء خلافا لبعض السادة الحنفية فإنهم لا يجيزون الوضوء بأقل من المد لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فهذا الحديث دليل على أن الماء ليس بمقدر وإنما العبرة في أن يقع الوضوء عام لجميع أعضاء الوضوء واضح؟ وهذه الفائدة كم؟ الخامسة نعم ثم أمر الناس يتوضأون منه ثم أمر الناس يتوضأون منه قال ابن عبدالبر رحمة الله عليه في هذا الحديث دليل على جواز الوضوء من الإناء الواحد للجماعة في وقت واحد فلا حرج أن يشترك المسلمون في إناء واحد في إقامة هذه العبادة في نفس الوقت وهي الفائدة السادسة الفائدة السابعة وهي متفق عليها وهو أن فضل الرجل المسلم طهر فضل الرجل المسلم طاهر لأن هذا يتوضأ ثم يأتي الآخر أو يتوضأ بعده فذل على أن الفضل وهو الماء المتبق بعد الاستعمال فإنه إش باق على طهوريته نعم قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه طيب الآن وصلنا إلى كم فائدة إلى سبعة فوائد طيب الفائدة الثامنة وهي وجوب وجوب ناسي الناس بفضل الماء ما معنى هذا أنس الماء الذي جاء به كان فيه فضل لأنه هو توضأ فبقي يعيش هذا الفضل فيجب في حالة الضرورة لمن له فضل في الماء أن يعطيه الآخر فيجب إناس الناس لمن له فضل في الوضو واضح ولا ماهي واضح طيب الآن أنت إذا كنت في سفر ومعك رفقة ومعك ماء الماء هد ملكك طيب إذا توضأت أنت وبقي معك قليل يجب عليك أن تعطيه وأن تبدله للآخر واضح طيب هذه الفائدة ثابتة عند جميع الفقهاء ابن المهلب رحمة الله عليه في شرحه على البخاري قال ويستنبط من هذا الحديث أن الأملاكة ترفع في حالة الضرورة الأملاك ترفع في حالة الضرورة يعني أنت إذا كنت تملك شيء ووقعت مخمصة أو ضرورة في ذلك يرتفع ملكك عن ذلك الشيء فيصير ذلك الشيء ملك لمن معك قال بدليل أن هذا الماء جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه الجميع واضح هذه الفائدة ذكرها ابن المهلب إلا أن ابن بطال في شرحه على البخاري وغيره كالعين والحافظ لم يرتضوا هذه الفائدة وهي أنه لم يرد على أن الأملاكة تستباح مطلقا حتى في وقت الضرورة بل هذه الفائدة ترجع للفائدة التي قبلها وهو أنه في الماء الزائد أنه راجع للفضل وليس راجع للأصل بدليل أن الأمة أجمعت على أنه الرجل إذا كان معه ما يكفيه ومعه رجل آخر يجب عليه أن لا يبدله له بل لابد أن يستعمله هو لأنه هو أحق من غيره في ملكه خاصة في العبادة والإثار بها هنا مذموم واضح وهذه الفائدة كم الفائدة التاسعة طيب الآن هذه الفوائد فقهية التي هي متعلقة بهذا الحديث بعض الفقهاء يقولون هناك فائدة وهي جواز الوضوء ورفع الحدث بالماء المبارك بالماء المبارك هو أن هذا الماء خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قطعا ماء ماء مبارك وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه الصحابة فدل على جواز ذلك طيب قد يتساءل الإنسان ما الفائدة في هذه يقال بأنه قد وقع الخلاف هل يكره الوضوء والغسل بماء زمزم أم لا وهو رواية عند الحنابلة ورواية عند الشافعية واضح فهذا الماء أشرف من ماء زمزم وهو أفضل منه وأبرك فإذا جاز بالأعلى جاز إيش بالأدنى ابن تيمية رحمة الله عليه ناقش المسألة هذه بالضبط في الفتاوى إلا أنه قال هذا الدليل في جواز استعمال الماء المبارك في الطهارة عليه اعتراض لأن هذا من باب الحاجة من باب إيش الناس كانوا في حاجة إليه لكن هل يجوز استقلالا من غير حاجة وهنا تقع إيش المسألة لكن هذا الكلام الذي قاله رحمه الله قد لا يسلم له لأن التابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا من الماء الذي نبع من النبي صلى الله عليه وسلم كثير وسنتكلم الآن على طرق هذه المعجزة وفي كلها نجد بأن الصحابة توضأوا وملأوا كذلك الأواني ومن كان معه قربة أو شن أو غير ذلك ملأه فدل على أن المسألة لا تقتصر على الحاجة بل هي مسألة تابتة وإيش وعامة وهنا تكون كم عشرة فوائد نختم بها الأحكام الفقهية طيب إذا جئنا الآن إلى ما دل عليه هذا الحديث من باب الإعجاز إقرأ الحديث عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم طيب هنا تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في هذا الإناء ففار منه الماء فتوضأ الناس عن بكرتهم يقول الإمام عياض رحمة الله عليه ووافقه النووي وغيره على أن هذه القصة على الخصوص في حديث أنس رويت من طريقين الطريق الأول أنهم كانوا إيش بالزوراء والزوراء هي أين بالمدينة فسئل أنس كم كان عددكم قال كنا بين الستين والسبعين والحديث في البخاري والحديث آخر في البخاري من حديث أنس أنهم كانوا في الحديبية أي في صفر قال كم كان عددهم قال كانوا قرابة الثلاثمئة قال عياض إن افتراق المكان وافتراق العدد لا يمكن أن يجمعا فيقال هي قصة واحدة وليس لك من مناط إلا إذا قلت بتعداد القصة فالذي تبت من حديث أنس في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنها وقعت مرتين اثنين مرة في المدينة وكان عددهم بين الستين والتمانين ومرة وقعت في خيبر وكان عددهم يقارب الثلاثمئة لا كانت في الحديبية نعم هذا من رواية أنس وقع عندنا إشكال قاله الإمام ابن بطال رحمة الله عليه في الشرح البخاري يقول ابن بطال وهذه المعجزة تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروها إلا أنس وذلك لطول عمره واحتياج الناس إلى علو إسنادي واضح؟ هذا قول ابن بطال القاضي عياض والقرطبي رحمه الله قالوا إن هذه المعجزة قد تواترت بها الأخبار وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حتى إنه قد استفاض بها العلم واضح؟ طيب ابن بطال يقول رواها أنس والقرطبي وعياض يقول بأنه قد رواها إيش؟ الجم الغفير الحافظ ابن حجر ما قلنا البخاري هذا أورده في مكانين في مكان الطهارة وفي المعجزات قال في مكان الطهارة وشتان بين اللفضين بين لفض ابن بطال وبين إيش؟ القرطبي أما في المعجزات فنقذ ابن بطال وقال لا يسلم بأنه قد رواها أنس فقط بل رويت من عدة طرق وهذا دليل على أن ابن بطال لم يكن قد ألم بالحديث هذا كلام مين؟ كلام الحافظ ابن حجر طيب إذا نظرنا إلى هذا الكلام كلام ابن بطال والقاضي عياد والحافظ فيما بينهم ما رأيكم أنتم في ذلك؟ من بعد أنس يبلغ التواثر لا حرج في ذلك الحافظ ابن حجر يقول هذه القصة في بركة الماء التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم تبتت عن أنس في البخاري وعن جابر كذلك في البخاري وعن ابن مسعود كذلك في البخاري وعن عمران ابن حسين وعن ابن أبي ليلى الصحابي فهؤلاء خمسة كلهم رويت عنهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء فقال هؤلاء دليل على أن ابن بطال لم يصب في أن يقول أن هذا روية من طريق أنس واضح الله؟ طيب ما رأيكم أنتم؟ في كلام ابن بطال وفي رد الحافظ له لا نحن لا نتكلم عن من روى عن أنس نتكلم عن الصحابة يعني روية لأنس لا الإشكالية أن ابن بطال قال هذه القصة لم تروى إلا من أنس هنا الإشكال رغم أنها تابتة الآن الحافظ أثبت بأنها روية من عدة من عدة طلق ثم قال هذا دليل على أن ابن بطال لم يكن بصاحب اطلاع في الحديث في نظري على أن كلام الحافظ في نقده لابن بطال ليس بمسلم وابن بطال وأنا رجعت إلى نسخته في شرحي على البخاري وإن كان قال بأن لم يرويها إلا أنس لم يقصد الانفراض نحن في حديث البخاري ألم يقل بأنه توضأ سبعين رجل وفي القصة الثانية توضأ زهاء الثلاثة مئة طيب على الخمسة الذين ذكرهم الحافظ يكون كلام ابن بطال مسلم وإلا وضوء يتوضأ منه ثلاثة مئة ثم يرويه فقط خمسة فكلام ابن بطال لا يقصد إيش لا يقصد انفراد أنس بذلك وإنما يقصد بأن الوقت لأن الثلاثة مئة هم كلهم صحابة لمن يخبروا هذه ما هم كلهم شاهدوا فأنس طالت المد به لهذا هو عمر لأن النبي صلى الله عليه دعا بالبركة في عمره فلهذا احتج إلى نقل الحديث منه فحدث بذلك وهذا بماذا نسميه يسميه علماء الأصول إما بالإجماع السكوتي بالإجماع السكوتي لأن إذا حدث الواحد سقط وجوب التحديث عن البقية وبما أنهم لم ينكروا عليه ذلك دل على أن هذا أمر تابت بالإجماع وهذا الذي مال إليه الشيخ القاري في شرح المشكات والأمر الثاني يدل على أن هذا الأمر تابت تواترا من باب المعنى لا من باب اللفظ من باب إيش من باب المعنى لا من باب اللفظ لأنها ليست نفس القصة التي تكررت أو ذكرت من باب التواتر وإنما المعنى العام وهو أن الماء نبع من النبي صلى الله عليه سلم من بين أصابعه هذا الذي يتبت له إيش حكم التواتر نعم قد يقع نفس الإشكال في ذلك إلا أن هذا تبت أن مثلا جابر أنه قال كنا في الحديبية وكذلك ابن مسعود أنه كانوا في صلاة العصر فتعددت يعني خرجت عن النطاق الحديث الغريب الذي رواه الشخص الواحد طيب هذا من الجهة الأولى التي هي من جهة الإسناد في هذا يقول ابن العربي رحمة الله عليه وعلى أئمتنا ما من معجزة أعطيها نبي إلا أعطيت لرسول الله من جنسها وهي أفضل منها وهذه قاعدة مضطردة فلو تتبعت معجزات الأنبياء ثم نظرت في سيرة رسول الله إلا تجدها قد جئت له من جنسها والإمام الرازي في التفسير يعني عدد بعضها ولكن ما جمعها فمن بينها إذا قلنا بأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد فلق له البحر فإن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قد فلق له القمر في السماء وشتان بين الأرض والسماء وإذا قلت بأن موسى قد انفجرت له الأرض إطنى عشر عين فإن رسول رسول الله انفجرت أصابعه ماء وشتان بين الأمرين وإذا قلت إن الجبال قد سبحت مع داود فإن الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم وفي كف أصحابه وإذا قلت إن عيسى قد نزلت عليه مائدة من السماء فإن نبينا صلوات ربي وسلام عليه في برمة صغيرة أكل منها جيش كبير وشتان بين الأمرين وهكذا دواليك في ذلك وإذا قلت بأن موسى قد أوتي عصى انقلبت إلى أفعى فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد شكى له الحيوان فقد تبت أن الجمل شكى له قلة العلف وكثرة العمل وانتم تعرفون والحديد تابت عن النبي صلى الله عليه وعليه أنه جاءه أحد الرجال من الأنصار وقال يا رسول الله إن جملي قد ند علي يعني هاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلينا إلى جملي فلما جاء وكان الجمل قد أحيط عليه إلا أنه هائج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فمسكه أبو بكر قال على رسلك يا رسول الله ترى الجمل هائج وين داخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت على رسلك يا أبو بكر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالجمل قد مد عنقه ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطبه ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه وقال يا رجل إن الجمل يشكو قلة العلف وكثرة العمل وتبت كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جدع نخلة فجاءته امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إن لي كلاما نجارا فهل لا يصنع لك منبر تقوم عليه قال إن شئتي فصنع له منبر فأول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بكى الجدع الذي كان يرقى عليه رسول الله يقول أنس راوي الحديث قال فسمع له خوار مثل البكر البكر الذي هو ولد ناقى فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه قال كأنه يهديه لهذا ثابت البناني الراوي عن أنس في هذا الحديث فيما أورده الإمام الدهبي في السير قال كان ثابت البناني إذا حدث بهذا الحديث بدأ يبكي ثم يقول يا عباد الله جدع يحن لرسول الله ونحن لا نحل إليه جدع لما فقد الذكر بكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتلى علينا آيات الله وأحاديث رسول الله ولا نكاد نشتاق إلى ذلك فالله المستعان طيب هذه إذا قلنا من باب العموم في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فنأتي إلى هذه المعجزة بالضبط ماذا قال أنس قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه طيب رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه قال الإمام النووي رحمة الله عليه اختلف العلماء في نبع الماء هذا على قولين اثنين الذي عليه أكثر العلماء على أن الماء نبع من الأصبع بداته يعني من بين العصب والدم والعظم وقال بعض العلماء إن الماء وضعت فيه البركة فتكاثر والأول عليه أكثر الشرح قال وهو الصحيح لأنه أبلغ في الإعجاز فالماء نبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي هنا عندنا سؤال وهو أعيد قراءة بداية الحديث أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء طيب قال أتي بوضوء فيهما في رواية البخاري فلما أدخل يده ما استطاع لضيق الإناء ما استطاع أن يبسط أصابعه فقبضه وأدخله إذا نظرت إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص تجد بأن رسول الله طلب ماء ووضع فيه يده وكذلك في البرمة لما نظر إليها وبرك وغير ذلك من المعجزات التي وقعت طيب لماذا لم ينبع الماء من رسول الله استقلالا بل جاء بإناء فيهما ثم طرحت البركة في ذلك الماء واضح الإشكال يعني ما جاء الماء استقلالا وإنما بماء آخر وذلك الماء هو الذي يفور قال علماؤنا في ذلك نكثة مجتملة على دفع شبهة وعلى أدب وعلى زيادة إعجاز ثلاثة قال أما دفع الشبهة وهي قال كي لا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد الماء فإن الإيجاد لله وحده وهذه دفع الشبهة وأما الأمر الثاني الذي هو الأدب فهو تأدب من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع ربه فإنه جاء بالماء ووقعت البركة في الماء كي لا تقع المشابهة بالانفراد في الإيجاد فإن الموجد الحقيقي والمنفرد والمبدع من العدم هو رب العالمين فقط هذا الأمر إيش؟ الذي هو أمر الأدب أما الأمر الثالث الذي هو زيادة إعجاز فإن العلماء قالوا إن مسألة التوالد إن مسألة التوالد خاصة في المائعات أوجدها الله سنة جارية فالمائع عادة كثير من السوائل على أن بطول الزمن أو بالتخمر تجدها قد زادت وهذا معروف حتى في الطعام مثلا في الرز أنت قد تضع قليل لكن بعدما يفور ويدخله الماء يتوالد إلا أن الماء القراح مما اتفق العقلاء أنه لا يتوالد يعني لو جئت بماء وأبقيته عشرين سنة ما زاد بخلاف السوائل الأخرى قالوا فتوالد الماء لرسول الله أبلغ في الإعجاز لأن الأصل في أن الماء أصل لا يتوالد فكونه تكاثر من عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أبلغ في الإعجاز في مسألة التكاثر واضح المسألة؟ طيب أكمل قراءة الحل فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم طيب حتى توضأوا من عند آخرهم بمعنى توضأوا حتى جاءت النوبة لآخرهم فهذا الماء الذي هو في إناء صغير توضأ منه ما يقارب الستين أو السبعين قال العلماء إن هذا الماء هو أشرف مياه الدنيا والآخر لماذا؟ لأنه خرج من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المخلوقات ودللنا عليها في مسألة الوضوء بماء زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بالوضوء به هنا تأتي عندنا مسألة وهي مسألة فقهية هل العبرة بالحال أو بالمآل هل العبرة بالحال أو بالمآل هي مسألة خلافية في المداهب الأربعة مثالها كما يقول الناظم وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت هنا عندنا بعض الأمور خاصة في باب النجاسات في حالها في البداية نجسة أما في المآل فقد تصير طاهرة فهل العبرة بما صارت إليه أو العبرة بإيش بأصلها مثل الزرع الأصل في الزرع أنه نبات طاهر لكنه سقي بإيش سقي بماء نجس فهل تقول الزرع هذا لا يجوز لأنه نجس لأن أصله نجاسة أو تقول لا العبرة بإيش بما آل إليه وهو نبات وهو طاهر هنا المعتمد في مذهب السادة الحنفية والمالكية على أن العبرة بالمآل والمعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة على أن العبرة بالحال والوسط في هذه المسألة حتى عند المذاهب على أن الزرع مثلا أو الشجر إذا سقي بالنجاسة فنضر في التمر فإذا خلت من النجاسة رائحة وطعما يحكم بالطهر وإذا وجدت أحد الصفات يحكم إيش يحكم بالأصل هذه القاعدة هذا الحديث يدل على الأصل الذين قالوا أن العبرة بإيش العبرة بالمآل فإن هذا الماء كونه نبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الأصل وكذا إلا أنه توضئ منه لأنه صار ماء فكانت العبرة بإيش بما صارت إليه ولهذا تبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإدام قال نعم الإدام الخل لهذا أجمع العلماء على أن الخمر إذا خللت وتحجرت بنفسها صارت طاهرة يعني إنسان لا قدر الله كان عندها خمر ثم بعد طول زمن لما فتحها وجدها صارت خلا زال منها الإسكار فهذه ماذا حكمها؟ طاهرة باتفاق لكن يقع الخلاف إذا هو خللها والتخليل بأن يضيف إليها ماء هل إذا خللها وضاف إليها ماء وصارت طاهرة وزال منها الإسكار يحكم بطهارتها كما هو مذهب المالكية والحنفية أو أنها باقية على نجاستها لكما هو مذهب الشافعية والحنابلة وقلنا يعني كما قول السيوط في الأشباه والنظائر الترجيح في القاعدة العبرة بالمآل أو بالحال صعب لكن في تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية يمكن لوجود القراء والشواهد في ذلك نعم نعم أيوة هنا لأنه تبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا فهنا نهى رسول الله عن ذلك على مذهب الحنابلة لا يوجد إشكال لأن مذهب الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد فلما نهى رسول الله عن ذلك وإن فعلت فهو باق على فساده لأن النهي يقتضي ذلك على مذهب الحنفية عندهم النهي يقتضي الصحة فإنه يجوز أن يخلل أصلا على مذهب الشافعية يقع الإشكال الأكبر أما على قول المالكية فيقال بأن صارت طاهرة إلا أنه آثم بالفعل واضح فالذي أوقعنا في هذه المسألة هو أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلى فيقول الشافعية والحنابلة لوجود النهي لا يحكم بطهارتها كما لو أنها تخللت لذاتها لأن تخللها لذاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم النعمة الإدام والخل وبهذه القاعدة نختم إن شاء الله الدرس وفي هذا القدر كفاية وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد طيب قلنا السادة الحنفية يقول إن النهي يقتضي الصحة السادة الحنفية يقولون لا ينهى عن شيء إلا إذا كان هناك إمكانية الفعل يعني لما يقول لك الرجل لا تدخل من الباب لو ما في إمكانية أنك أنت يمكن أن تدخل من الباب لما نهاك لكن لو أغلقه والمفتاح بيده ما يقول لك لا تدخل من الباب فالنهي يقتضي على إيش؟ على أن الفعل يمكن أن يقع فلهذا يمكن أن يتدارك فالنهي يقتضي الصحة إمكانية الوقوع فلهذا يدخل التصحيح لهذا يقع الخلاف مثلا في بيوع الربا بيوع الربا إذا وقعت هل تصحح أم لا مثلا إذا رفع إلى قاض أن رجلان تبايع ربا واحد دفع درهم على أساس أنه يأخذ إيش؟ درهمين ما هو حكم القاضي؟ القاضي إذا كان يرى بأن النهي يقتضي الفساد كما هو قول الجمهور خاصة إذا كان النهي مقارن لذات الفعل فيبطل المعاملة فيأمر بإرجاع الدرهم وبإرجاع إيش؟ الدرهمين عند الحنفية لا يؤمر فقط بإرجاع درهم واحد ويصح البيع لأن درهم بدرهمين البيع الأصل أنه صحيح لأن هنا درهم بدرهم الزائد هو الذي حرم المعاملة فيؤمر بإرجاع الدرهم فقط ويمضي البيع لأن النهي يقتضي الصحة واضح؟ طيب في اتخاذ الخمر الآن هل تعالج الخمر؟ هل يجوز هذا الفعل؟ أم لا يجوز؟ فإذا على قول الجمهور على أن هذا الفعل لا يجوز فمهما فعلت ولو أضفت الماء فإن هذا يعتبر نجيس ولا يحكم بطهرته وإن كانت زالت منه علة النجاس وعلى قول الحنفية لا يجوز لأن العبرة بالوجود أما النهي هذا ممكن أن يترتب عليه الإثم أو لا يترتب عليه الإثم فهو يقول وإن زالت العلة لكن لوجود النهي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحكم عليها بالنجاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر